السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام تبدو الأمور مقنعة لمن لا يعرف إلا القليل لو بتحب القضايا والإصارة والتشويق يبقى لازم تدخل دلوقتي على بيتج أرشيف هتلاقي الرابط في أول كومنت ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ الفيلم مع شلة صحاب وهم متجمعين في حفلة وبتقترح واحدة منهم لعبة وهي إنهم يحملوا تطبيق معين بيبين لكل واحد هيموت بعد قد إيه وإن أقل عمر فيهم هيشرب كل المشروبات الموجودة وبيوافقوا كلهم إلا كورتي اللي بتكون خايفة ومترددة لكنهم بيقدروا يقنعوها بإن دي مجرد لعبة وإن كلام التطبيق مزيف وبعد ما بيحملوا التطبيق بيجي لهم رسالة بتطلب منهم يوافقوا على قواعد الاستخدام وبنشوف إن كورتي طلعت أقل عمر فيهم وإنها بقلها ثلاث ساعات بس وتموت وبكده هي اللي هتضطر تشرب كل المشروبات ولما بيجي حبيبها إيفان بيشربهم بدلها ولما بتخلص الحفلة بتطلب كورتي من إيفان إنهم يروحوا ماشي لإنه بيكون باين عليه إنه مش في وعي ومن قطر الشرب لكنه بيفهم إنها خايفة لإنه على حسب كلام التطبيق بيكون بقلها دقايق معدودة وتموت فبيطمنها إن دي مجرد لعبة وإن كلام التطبيق مش حقيقي ولما بتلاقيه مصر على كلامه بتقرر تنزل وتمشي لوحدها للبيت وأول ما بتنزل من العربية بيجي لها رسالة من التطبيق إنها خلفة قواعد الاستخدام وبتلاقي إنها بقلها سبع دقايق بس وبتلاقي شخص غريب وضخم ماشي وراها فبتخاف جداً وبتمشي بسرعة لبيتها ولما بتبص علشان تتأكد لو لسه الشخص ده مرقبها مش بتلاقيه موجود فبتطمن لكنها بتخاف تاني لما بيطلع موبايلها صوت صريخ وبتشوف إنها بقلها دي تنبس فبتجري على بيتها بسرعة ولما بتدخل بتبص من إزاز الباب علشان تتأكد إن مفيش حد موجود برا البيت وبيبدأ موبايلها يطلع أصوات مزعجة بسبب التطبيق فبتقفله علشان تهدي نفسها ولما بتدخل للحمام بتسمع صوت من برا السطارة فبتروح تفتحها وهي خايفة لكنها مش بتلاقي حاجة لكنها بتترعب لما بتلاقي السطارة قفلت لوحدها ولما بتروح علشان تفتحها بيطلع الموبايل صوت الصريخ من تاني وبنشوف كورتي وهي بتتسحب لفوق وبتقع على الأرض وهي ميتة وبنشوف على التطبيق إن وقتها انتهى وبنشوف إن إيفان عمل حدثة وخبط في شجرة ضخمة وبيكون في غصن شجرة واقع مكان كورسي كورتي وبنشوف جوين واللي بتكون بتتدرب في مستشفى علشان تبقى ممرضة وبيبان إنها متقينة جدا في شغلها ولما بتروح قوضة إيفان مش بتلاقيه موجود فبتعرف إنه راح للمكان المهجور اللي في المستشفى فبتروح له علشان تتكلم معاه ولما بتشوفه بتقوله إن المكان ده خطر جدا وإنه ماينفعش يفضل يروح هناك على طول وبيكون باين على إيفان التوتر والخوف فبتهدي جوين لإنه بيكون عنده عملية جراحية بعد تلت ساعة وبتطمنه إنه هيبقى بخير فبيوريها إنه حمل التطبيق وإنه مكتب له إنه هيموت بعد تلت ساعة وبتحاول جوين تفهمه إن كلام التطبيق مزيف ومش حقيقي لكن بيكون رد فعله إنه قال حبيبته كده علشان يطمنها لكنها ماتت في نفس الوقت اللي التطبيق قال عليه ولكن جوين بتكون مصرة على كلامها وبتاخد إيفان علشان ترجعوا القطو وبتشوفه الممرضة إيمي ودي بتكون كبيرة الممرضين واللي بتحذر إيفان من إنه يروح للمكان المهجور ده مرة تانية وبتطلب من جوين تروح وراها وبتتفاجئ جوين لما بتلاقي كل زميلها في الشغل عامل لها احتفال وبتحكي جوين لزميلها عن التطبيق وإنه بيكشف لكل واحد هيموت بعد قد إيه فبيحمله أكتر من شخص من زميلها وبيكون من ضمنهم الدكتور سولفان واللي بيكون بقيله 57 سنة ويموت ولما بتكون جوين مروحها بعد ما خلصت شغل بتقرر تحمل التطبيق ولما بتدخل بياناتها بتشوف إن بقيلها يومين بس وتموت وبيبنى عليها الخوف لكنها بتفكر نفسها إنه مجرد تطبيق مزيف وهنا بيجي سولفان وبيسألها لو حابة تكمل مع احتفال لكنها بترفض لإنها بتكون عاوزة تجهز ورقها لإنها نوية سافر ولما بتروح بيتها بتتواصل مع حد من المسؤولين علشان تسأل عن البديل لجواز السفر علشان تعرف تكمل البيانات المطلوبة في الورق وبتعرف إن البديل هو شهادة الميلاد فبتروح لبيت باباها علشان تجيب الشهادة من هناك ولما بتلاقي الشهادة بتسمع صوت جاي من الدولاب وبتطلع أختها جوردون مستخبية مع واحد صاحبها في الدولاب علشان جوين ما تشوفهمش وبتتخانق معها جوين وبتقول لها إنها مش مسموح لها تجيب شباب للبيت وبترد عليها أختها وبتقول لها إنها مش أمها علشان تتحكم فيها وإن أمها ماتت من زمان وبتسيبها وبتدخل قضتها ولما بتحاول جوين تروح تصالحها بتلاقي أبوها صحي من النوم وبيروح يسلم عليها وبيطلب منها تروح معاهم بعد يومين علشان يحطوا ورد عند قبر أمها وبنشوف إيفان وهو بيجهز نفسه للعملية وبيبص في الموبايل وبيلاقي إنه بقيله 3 دقايق فبيقرر إنه يهرب ولما بيخرج من القوضة بيسمع في الموبايل نفس صوت السريخ وبيتبعت له نفس الرسالة إنه كسر قواعد الاستخدام وبيشوف في المراية قدامه نفس الشخص الضخم اللي شافته كورتي واقف وراه ولما بيبص وراه علشان يتأكد مش بيلاقيه فبيجري بسرعة وبيدخل من أول باب يقابله وبيقفل الباب وراه وبيفضل التطبيق يطلع أصوات مزعجة وبيبان إنه بقيله دقيقة واحدة ولما بيحاول يفتح الباب مش بيعرف وبيلاقي إرسالة على الجدار بإنه مش هيعرف يدخل من الباب تاني وإنه لازم ينزل للدور الأرضي وفجأة بيسمع صوت حد على السلم ولما بيجيب الكشاف عليه بيطلع شبح متجسد في صورة كورتي وبيجري ناحيته وبيخلص عليه والتاني يوم بتعرف جوين من إيمي إن إيفان مات وبتقول لها إنه انتحر لكن جوين بتخاف جدا لإنها بتفتكر كلامه عن التطبيق وبتروح لقوته علشان تدور على سبب موته وبتلاقي ممرضة هناك بتوضى بالقوضة فبتطلب منها تسيب القوضة وإنها هتهتم بيها بدلها وبتلاقي موبايل إيفان لكن لسوق الحظ بيطلع مقفول ببصمته فبتقرر إنها تروح للمشرحها علشان تحصل على البصمة وبتفشل في إنها تحصل على بصمة الإيد فبتفتح عين إيفان واللي بيكون شكلها مرعب وبتقدر تفتح الموبايل ببصمة الوجه وبتشوف إنه وقته على التطبيق انتهى فبتبدأ تخاف وبتحس إن كلام التطبيق حقيقي وبتكتشف إنها هتموت يوم السب وده اليوم اللي هي متفقة مع أبوها إنهم هيروحوا في القبر أمها فبتتصل عليه وبتعتذر له إنها مش هتقدر تروح لإن عندها شغل كتير الفترة دي وهنا بتيجي إيمي وبتقول لها إنه ممنوع استعمال الموبايل في وقت الشغل وبتلاقي جوين إن التطبيق بعت لها رسالة بإنها كسرت قواعد الاستخدام وبيجي لها سولفان وبيطلب منها تروح تتطمن على مريضة معينة وبيروح وراها وبيفضل يمدحها وبيقول لها إنه قدم ورق بإنها ممرضة متفوقة علشان يرقوها وبيحاول يقرب منها لكنها بترفض وبتبعد عنه فبيتهجم عليها لكنه بيسيبها علشان ما تعليش صوتها وتفضحه وبيعتذر لها عن اللي حصل ولما بتحاول جوين إنها تعرف إيمي اللي حصل بيندهو على إيمي وبيطلب منها تروح تكمل شغلها وما بتعرفش جوين تحكي لها اللي حصل ولما بيجي الليل بتدور جوين على الإنترنت عن التطبيقات اللي ما ينفعش تتحذف من على الموبايل لأنها ما بيكونش عارفة تحذف التطبيق وبتشوف حالات الوفاء اللي حصلت بسبب التطبيق ده وبتلاقي صورة كورتي وبتعرفها لأنها شافت صورتها على موبايل إيفان ولما بتعفل اللابتوب بتلاقي شبح متجسد في صورة إيفان وأول ما بتقيد النور بيختفي فبتخرج بسرعة من البيت وهي مرعوبة لكنها بتكسر موبايلها قبل ما تخرج وبتروح تنام في عربيتها وبتشوفها أختها وبتسألها عن سبب نمها في العربية فبتضطر تجذب عليها وبتقول لها إنها شافت حشرة جوه البيت ولما بيدخلوا للبيت بتشوف جوردون إن موبايل جوين مقصور فبتقول لها إنها وقعته بالغلط وبتشوف جوردون التطبيق وبتسألها عنه وبتكون عاوزة تعرف هي كمان بقلها قد إيه وتموت لكن بتمنعها جوين وبتطلب منها تروح للبيت وبتقرر جوين إنها تشتري موبايل جديد علشان تتخلص من التطبيق ولما بتشتريه وبتتأكد إن التطبيق مش موجود فبتطمن لكنها قبل ما تمشي بتلاقي إن التطبيق تحمل على الموبايل فبترجع وبتسأل الراجل اللي اشتريته منه لو هو حمل التطبيق فبيقول لها إنه مش هو فبتاخد الموبايل وبتطلع وهي متعصبة ولما بتركب العربية بتشوف الشخص الضخم واقف ورا العربية لكنه بيختفي على طول وفجأة فيه إيد غريبة بتحاول تخنقها فبتدوس على البنزين وبتتحرك العربية وبتخبط العربية اللي وراها وبينزل الراجل صاحب العربية المخبوطة وهو بيزعق لها وهنا بيطلع مات من محل الموبايلات وبيمشي وبيقول لها إنه سمعها وهي بتتكلم عن التطبيق وإن هو كمان حمله وبيشوف تهيئات غريبة وبنعرف إن معاد موته قبلها بتلات ساعات وبيروحوا يعودوا مع بعض في مكان علشان يشوفوا حل للي هم فيه وبتقولوا جوين على رسالة كسر قواعد المستخدم فبيقول لها إن رسالة بعتت له هو كمان فبيقرروا إنهم هيخلوا شخص تاني يحمل التطبيق علشان يقدروا يقروا القواعد وبيتفقوا إنهم هيخلوا الشخص اللي قاعد جنبهم هو اللي يحمله وبيشوفوا إنه من ضمن القواعد إن كل شخص يرضى بمصيره وإنه ما يحاولش يغيره وبيفهمت إن الرسالة بعتت له لإنه قرر إنه مش هيسافر لعمته بالقطر وجوين بتفهم إنها تبعتت لها لإنها قررت ما تروحش عند قبر أمها وإن المخطط إنهم كانوا هيموتوا في الأوقات دي وبيروحوا للمستشفى علشان يتكلموا مع شخص زميل جوين واللي بيكون فاهم في أمور الدين وبيحكولوا قصة التطبيق وإنهم حاسين إن اللي ورا التطبيق ده شياطين وأرواح شريرة لكنه بيقول لهم إنه مش بيقامن بوجود الشياطين وبيدلهم على شخص تاني ممكن يساعدهم وقبل ما يخرجوا من المستشفى بتنادي إيمي على جوين وبتقول لها إنها محتاجة تتكلم معاها في موضوع مهم وبيروح مات للحمام وبينلاقي إن في حد بيحاول يفتح الباب عليه وبتفضل محاولاته في فتح الباب مستمرة حتى بعد ما عرفه مات إنه موجود جوه ولما بيطلع مات بيلاقي شخص بيتجول بين الحمامات وكأنه مفيش أي حواجز بينها وبيترعب مات جدا لما بيلاقي رجلي بتتحول للاتجاه المعاكس وبيقطع النور وقتها وبييجي ولد صغير من وراء وبيحاول يخنقه ولكن النور بيرجع تاني وبيقدر مات إنه يخرج بسلام وبنشوف إن فيه اكتماع معمول لجوين وبتقول لها إيمي إن سولفان قال لهم كل حاجة حصلت فبتفرح جوين وبتكون نوية إنها تسامحه لإنه اعترف بغلطته لكنها بتتصدم لما بتعرف إنه قال لهم إن هي اللي حاولت تغويه وكانت بتقرب منه وبتعرف إنها توقفت عن الشغل وبتحاول جوين تقول لهم الحقيقة لكن محدش بيصدقها فبتسيبهم وبتروح لمات وبيمشوا وبيروحوا للكنيسة وبيقابلوا هناك شخص بيكون بيقامن بوجود الشياطين وبيحقولوا اللي حصل بسبب التطبيق وبيفرحوا جدا لما بيلقوا مصدقهم وبيحكي لهم قصة حصلت في العصور القديمة شبه قصتهم وبيقول لهم إنه هيقدر يساعدهم لو شاف شفرة التطبيق وبتقول جوين إنها تعرف شخص ممكن يهكر التطبيق وبتروح هي ومتل الشخص اللي اشترت منه الموبايل لكنه بيرفض يساعدهم لإنه بيكون عنده معاد مع بنت لسه متعرف عليها فبيعرضوا عليه 2300 دولار علشان يساعدهم فبيوافق وفعلا بيقدر يهكر التطبيق وبتصور جوين الشفرة وبيكونوا قادرين يشوفوا كل الأشخاص اللي حملوا التطبيق وبتتفاجئ جوين إن جوردون حملت التطبيق من دون علمها وبتعرف إنها هتموت قبلها بتلت دقايق وبتطلب منه يغير أعمارهم على التطبيق وفعلا بيغير عمرهم هي وجوردون ومات كمان وبكده بتطمن هي ومات إنهم بقوا في أمان وبتشوف جوردون إنه عمرها على التطبيق بقى 86 سنة لكن المربية بتاخد منها الموبايل لإنها ممنوع تستخدمه وهي بتاكل ولما بيكون مات ماشي بتقترح عليه جوين إنه يقضي الليلة معاها فبيوافق وبيحكي لها مات إنه كان عنده أخ صغير وإنه كان واخد كل اهتمام أهلهم لكنه كان مريض وبيقول لها إنه سرق الدمية بتاعته لإنه كان نفسه يلعب بيها وإنه حسس بالزنب لإنه أخد دمية أخوه اللي كان بيحتضر وبتقول له جوين ما يحسش بالزنب لإنه هو كمان كان لسه طفل وبتحكي له إنها في مرة وهي صغيرة كانت متعقبة وكان في حفلة الواحدة صحبتها في نفس الوقت وإنها هربت من البيت علشان تقدر تحضر الحفلة وإنه أمها خرجت علشان تدور عليها وخبطها شخص سكران بعربيته وماتت وبيكون ماتها ينام على الأرض فبتقول له جوين إنه ممكن ينام جنبها على السرير وبتفوق جوين من النوم بعد ما انطفت الأنوار وبتشوف إن في حد واقف برا الأوضة فبتحاول تصحي مات بسرعة لكنها بتتصدم لما بتلاقي مات بيفتح الباب وإنه كان برا الأوضة وإن اللي نايم جنبها هو الشبح وبيحاول مات يهديها وبيقول لها إنه كان مجرد كابوس وبتشوف جوين التطبيق على موبايلها وبتشوف إن عمرها رجع شبه مكان وبيقول لها مات إن تطبيقه هو كمان رجع زي مكان فبتعلق جوين على جوردون وبتحاول تتصل عليها ولما بتسمع جوردون موبايلها بيرين بتروح تاخده من قوضة المربية وبنشوف إن الشبح بدأ يظهر لها وبيحط إيده على كتفها وبتخاف جدا لما بتلاقي إنها بقيلها أربع ساعات بس وبتشوف نور برا قوضتها بيقيده يطفي وبتفتكرها المربية لكنها لما بتطلع تتأكد مش بتلاقي حد فبتقف الباب القوضة ولكن أول ما بتلف ظهرها بيتفتح الباب لوحده فبتخاف جدا وبتستخبى تحت السرير لكن السرير بيترفع وبتلاقي الشبح جنبها فبتجري علشان تخرج من البيت وبتلاقي جوين ومات وقفين برا وبيطمنوها وبيروحوا كلهم للقص وبتوري جوين الشفرة وبيقول لهم إن دي لعنة بطارد كل شخص يحمل التطبيق وبيقول لهم إنهم يقدروا يفكوا اللعنة لو شخص مات في معاد مختلف عن اللي التطبيق قايل عليه وبيقول لهم إن الملح هو الحل لإن الشياطين ما بتقدرش تتجاوزه وبيبدأوا يرسموا دايرة بشكل معين بالملح ولما بيقرب وقت مات ينتهي بتنطفي أنوار المكان فبيدخلوا كلهم جوا الدايرة وبيظهر الشبح وفعلا ما بيقدرش يتجاوز الدايرة وبيفرحوا كلهم إنهم نجحوا لكن الشبح بيتجسد في صورة أخه مات الصغير وبيحسسوا بالندم علشان يستدرجوا برا الدايرة وبيقدر يخلص عليه وبتشوف جوين إن جوردون اتعوارت وبتنزف فبيروح بها للمستشفى بسرعة وهناك بتفتكر إن سولفان كان بقيله 57 سنة على ما يموت وبتفكر إنها لو قدرت تخلص عليه قبلها هتقدر تفك اللعنة فبتروح له مكتبه وبتقوله إنها ندمانة إنها بعدت عنه لما حاول يقرب لها وإنها تستنى في المكان المهجور اللي في المستشفى وفعلا بيروح لها وبيدور عليها لإنها بتكون مستخبية ولما بتشوفه بتقرب منه بحذر وبتضربه بحديدة وبتوقعه على الأرض وبتكونها تحقنه بمدة سامة علشان تموته لكن الشبح بيقدر يسحابه بعيد عنها علشان ما تقدرش تفك اللعنة بينهم عراق لكنها بتقدر توقعه ولما بتيجي تحقنه بيبعدها الشبح عنه وبنشوف إن جوردون بقلها دقيقة واحدة وبتكون محبوسة في قوضة ومش بتكون عارفة تفتح الباب وهنا بيظهر الشبح وبيرميها على الإزاز وبيكون خلاص هيموتها وهنا بتوصل جوين وهي مسك حقنة وبتكونها تقتل نفسها فبيتجسد الشبح في صورة أمها علشان يستعطفها وبينجح في ده في البداية لكنها بتقدر تفهم ألعيبه وبتحقن نفسها ولما بتموت بيموت معها الشبح وبتتفك اللعنة وبتفضل جوردون تنادي على مساعدة لكن محدش بيسمعها وبتشوف إن جوين كاد بعلق ديها اسم دوى معين وإن في حقنة في جبها فبتفهم جوردون وبتحقنها بالدوى على طول وبتفوق جوين وبتحضنها وبتقول لها إنها قالت لها إنها هتفضل معاها على طول ومش هتسبها وبينشوف جوين وجوردون مع أبوهم عند قبر أمهم وهم بيحطوا لها ورد وبنعرف إن سولفاني تسجم بعد ما تقدم ضده 3 محاضر تحرش وبتيجي رسالة الجوين وبنشوف إن التطبيق نزله نسخة تانية وتحمل على موبايلها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم